أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم جوج أبريل من سنة ١٢٢٣ في هذا اليوم وصلتني رؤية من أحد الإخوة رؤية تخبر بوقوع زلزال عظيم في النصف من رمضان هذا الزلزال لم يحدث مثله منذ زمن موسى عليه السلام يقول الرأي لقد حلمت أني أسير فوجدت شيخ متكئ على عصى ويحدث وأمامه سبعة شباب وأنا أستمع له يقول للجالسين بكلام فصيح وجميل إن رمضان القادم سيكون فيه حدث مزلزل حيث أنه لم يحدث مثله منذ ألف قرن منذ زمن نبينا موسى عليه السلام وحتى الآن لم يحدث مثله حيث أنه سيحدث في النصف من رمضان خصوف يغطي العالم جميعا وسيكون حدثا مخيفا وكبيرا وسيغطي الأرض ضلاما كثيرا وأن هذا الحدث لم يحدث مثله منذ مئة ألف عام أعيد نص هذه الرؤية لأهميتها يقول الرأي لقد حلمت أني أسير فوجدت شيخ متكئ على عصى ويحدث وأمامه سبعة شباب وأنا أستمع له يقول للجالسين بكلام فصيح وجميل إن رمضان القادم سيكون في حدث مزلزل حيث أنه لم يحدث مثله منذ ألف قرن أي منذ زمن نبينا موسى عليه السلام وحتى الآن لم يحدث مثله حيث أنه سيحدث في النصف من رمضان خصوف يغطي العالم جميعا وسيكون حدثا مخيفا وكبيرا وسيغطي الأرض ضلاما كثيرا وأن هذا الحدث لم يحدث مثله منذ ألف عام نعم أحبابي كرام كان هذا نص الرؤية للإشارة أن هذه الرؤية كانت رأها الرأي قبل رمضان وحينما توجد عبارة رمضان القادم في هذه الرؤية معناه المقصود رمضان هذا أحبابك هذه الرؤية موجودة على النت نقلت إلي للنظر فيها سنعطيها التأويل بحق وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى أدعوكم إلى هذا الفاصل ونواصل أحبابي كرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم ما زلنا في قناة التقويم وإعادة التأويل هل هذه الرؤية صادقة أحبابي كرام؟ لا هذه الرؤية ليست صادقة وإنما هي رؤية مكدوبة وسأقول لكم لماذا وهذه الرؤية ليست بحق ونعلم أن الرؤية الحقية جزء من 46 جزءا من النبوة الرؤى تأتي مبشرات ومنذرات من الله سبحانه وتعالى وتكون رؤية حق تقع هذه الرؤية أحبابي كرام ليست بحق وإنما هي مكدوبة وحينما نقول الرؤية مكدوبة معناه يا إما الإنسي صاحب هذه الرؤية رؤية يعني كذب في هذه الرؤية وإما أن الشيطان تسلل إلى منامه وزرع فيه هذه الرؤية المكدوبة فأصبح في الصباح يحدث الناس بها نعم أحبابي كرام هذه الرؤية تواطئ أحديث الصيحة الموضوعة وقلنا من زمان يعني منذ 2017 منذ 2017 على صفحتي في الفيسبوك وحينما دخلت إلى اليوتيوب في فاتح يناير من سنة 2019 كنت أقول الناس حداري من أحاديث الصيحة أحاديث صيحة رمضان أو صيحة منتصف رمضان كلها أحاديث موضوعة مكدوبة غير أنه هناك مجموعة من القنوات على اليوتيوب دائما تكرر هذه الأسطوانة دائما تهول بالرغم من أن رمضان أحبابي كرام هو شهر الرحمة رمضان هو شهر المغفرة رمضان هو شهر التواب رمضان هو شهر العتق من النار نعم رمضان هو شهر السلام سلام هي حتى مطلع الفجر رمضان فيه ليلة القذر كيف يعقل أن تكون هناك صيحة في منتصف رمضان أو يكون هناك زلزال لم يحدث مثله منذ مئة ألف عام كما تقول الرؤية أن نصدق القرآن الكريم أم نصدق سبحان الله هذه الرؤى والله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرق نعم شهر رمضان وشهر القرآن والله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القذر الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل الرحمة معه وأنزل المغفرة والعتق من النيران الله سبحانه وتعالى هو الذي قال إن أنزلناه في ليلة مباركة نعم رمضان شهر مبارك وفيه ليلة مباركة فكيف يأتي العذاب في منتصف أحباب كرام انتبهوا نعم وفي رواية لسعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل الله القرآن في النصف من شهر رمضان إلى السماء الدنيا فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس نعم أحباب كرام هل نصدق هذا أم نصدق هذه الرؤية المكتوبة ونصدق كذلك رؤى الصيحة يعني صيحة رمضان والعداف رمضان إلى غير ذلك وما أكثر القنوات التي تحدث الناس بهذا نعم حباب كرام هذه الحقيقة وقبل أن نختم إن شاء الله تعالى هذه الحلقة فقط أقرأ عليكم أحاديث الصيحة وما فيها عن ابن مسعود رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت صيحة في رمضان فإنه يكون مع معا في شوال وتميز القبائل في دي القعدة وتسفك الدماء في دي الحجة وأواء المحرم ومن المحرم يقول يقول وثلاث هيها تهيها تهيها يقتل الناس فيها هرجا هرجا قال قلنا وما الصيحة يا رسول الله يعني أحباب كرام مثل هذه الأحاديث لا تصح هناك صيحة في رمضان وهناك مع معش في شوال وتميز القبائل يعني سبحان الله كل هذه الرواية لا تصح وتسفك الدماء في الشهور المحرمة إلى غير ذلك هذه الأمور لا تصح أحباب كرام في أي وجه من الوجوه وعجبا نرى الناس تحدث بها في قنوات على اليوتيوب كلما دخل رمضان نواصل قراءة الحديث قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال هدى في النصف من رمضان ليلة جمعة فتكون هدة توقض النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خضورهن في ليلة جمعة في سنة كثيرة الزلازل فإذا صليتم الفجر في يوم الجمعة فادخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذانكم فإذا حسلتم بالصيحة فاخروا لله سجد وقولوا سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس فإن من فعل ذلك نجى ومن لم يفعل ذلك هلك وأكرر مرة أخرى أن أحاديث الصيحة هي أحاديث موضوعة كما أحاديث العلماء السبع نعم وهذه الرؤية التي قرأناها إنما هي رؤية مكدوبة إما من الإنسان أو من الشيطان انتبهوا أحباب الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يدخل عليكم بعد الشهر بالمغفرة والأجر والتواب بالصحة والعافية وطول العمر أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة وأسأله أن يحفظكم من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر المدلسين ومن شر الساحرين والعائنين والمدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته